نور من السعودية تقول ما حكم الأب اللي يحرم على بناته الوظيفة والسفر مع محارمهم والخروج للتنزه في المدينة وتوجيه نصيحة لأن جلسة البيت تجيب الاكتئاب نور بارك الله فيك واضح بأن والدكم هذا رجل عظيم يخاف عليكم وحريص عليكم لا ترتسم صورة سلبية في ذهنك عن والدك بمثل هذه الطريقة لا يا بنتي الله يحفظك الأب اللي يعني يهتم لأولاده ويهتم ويراعيهم ويحذر ويخاف عليهم هذا أب عظيم في وقت وللأسف الشديد أصبح هناك إهمال والله بعض الآباء ما يدري عن عياله أبدا فوالدك هذا أكثر إله من الدعاء يدعي له وما منعكم من السفر إلا عنده معلومات وعنده أخبار وعنده أشياء والله يشيب له هدى بالعين كثير من الأسر سافرت وأهملوا أولادهم رجعوا دماءهم مسممة بالمخدرات ورجعوا يعانون مشاكل أخلاقية وسلوكية وعقائدية أبوكم ما منعكم لأجل أن تصابون بالاكتئاب أبدا منعكم لمصلحة أنتم قد لا تدركون الآن إذا تزوجت يا نور وجاك عيال وصرت أم عيال ربت بيت تقول يا الله يرحم الوالد إذا كان ميت والله يحفظ إذا كان حي فعلا كان صادق ما تدركون هذه المعاني فلذلك يا بنتي لا ما في داعي ادعي لوالدكي وهذا لا يمنع أن الوالد يطلعكم في نفس البلد والدولة الحمد لله في مناطق سياحية وفي مناطق باردة يسافر بكم مثلا المكة المدينة يطرع بكم بعض الأماكن والحمد للآن الموجودة يعني ليس بالضرورة تسافرون خارج الدولة قلوا لنسافر داخل الدولة وأنا أحث كل والد أن يلتفت لهذا الجانب يعني بعض الآباء يقول وين نروح الحمد لله البلد فيها خير فيها خير فلذلك أيضا إعطاء الأولاد مساحة من اللهو البريء فرصة للنزهة الذهاب إلى المناطق اللي مثلا الحمد لله فيها حشمة وفيها خير ويعني غيرون جو طيب بارك الله فيك وفي الوالد